السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله الطلوب الخير بصحة وعافية فيدي اليوم أول تجربة فيدي اليوم عن وجبة الطوارئ الروسية وجبة الكوارث طبعا هذه الوجبة ليست للبيئ ليست سلعة تجارية وأنا أول شخص يجربها في اليوتيوب ونسوي تجربة سواء نشوف أشياء كل الناس طبعا هذه الوجبة بتكون للأشخاص المحاصرين إذا حصل مثلا حريق زلزال فيضانات وباء بتكون هذه وجبة الناس المحاصرين ووجبة فرقة الإنقاذ إذا ضلوا أكثر من أيام سيطلوا لهم من هذا الأكل طبعا ما بتطلبوا لهم شكل من ما قدونينز أو بيجدوا لهم شوارمة أو سفري تعالوا نشوف إيش في داخل الباكت هذا و... نتخيل لو إحنا ماذا محاصر ووصلتنا هذه الوجبة هل ستنال إعجابنا أو لا خلوكم نشوف التجربة تعالوا نشوف إيش داخل هذه العلبة بكتوب فيها إنها وجبة إفطار وغدا وعشاء 24 قطعة داخل هذا الباكت بوز 2 كيلو طبعا اللون أزرق للعين لشان تكون مرئية طبعا مغلفة بتغليف جيد مغلفة خلونا نحاول نفتحها بل مقص بسم الله مغلفة بشكل جيد طبعا تاريخ المكتوب فيها تاريخ يعني 2018 شهر سبعة تاريخ يوم يعني لها سنتين الوجبة هذه تاريخ الانتهاء 2020 شهر خمسة يعني باقي 14 وقت نتهى الوجبة مش عارف نوبان ولا مش بان التواريخ وش مكتوب هنجم خلف نشوف ها سلام نشوف هنا سلفة كيل مناديل مناديل معطرة ثلاث مناديل ثلاث مناديل طائم عادي. طائمة. نفس الطائمة الموجودة على الغلاف. سكر سخر ولا شكر. كمان سكر. اربعة سكر. هذه اللحمة مثل النقامة تكون. على الصبور. هذه الكرة مثل الطبيق مكوناتها. سوف أكتب لكم هنا مكوناتها. جزر وكوسة وطماط مفور كده على شكل سلطة. سوف أوريكم هنا. ملاعق. ثلاث ملاعق. وسكينة. كوفي. اثنين كوفي. كمان سكر الكوفي. هذا ايش محجر. مكتوب. كمان هذا ما اعرف لش مكتوب هنا. حليب بودرة. كمان هذا الشي غضو حليب. يابس سنتين. كيف محافظين على عليه. وهذا سوس. مش عارف هذي بكون على الفطور ولا كيف. هذا طماطم أوستري. مثل الكوتشوف. هذا فلفل. فلفل. وهذا كمان سكر. لبان. راح نجرب اللبان. غريبة لبان. تحلية. شاي شاي. اول مرة شوفها الشركة الشاي. شاي اسود. البتل. راح نسوي لنا شاي. كمان. كمان هذا الشي ما عارف تأشوه. ساعة دقيق بس. محجر. هذا. هذا عصير. عصير بودرة. معنا. بسكوت. هذا الحمر. هذا غلاب ثاني غيره. اسود. راحها منها على الجن. ستة بواكت بسكوت. ما شوفها يا. صاروا يابسات ولا لا. حجر محجرات. طبعا معنا الوجبات الرئيسية. هنا كاشة بنية. اسمها بالعربي بيكون حنطة. العرب ما يعرفوش هذا الكاشة. كمان تحتاج تحمية. هذا كبدا الدجاج. كبدا الدجاج دسمة. جدا. طبعا هذي مساري خاصة يصنعوها للعسكر وللطوارئ. هذي سلطة وخضار. سلطة خضار. مع لحم تماما. شوكولاتة. مرسم فيها شعار النصر. الروسي. والنجمة الحمران. بس على ما الله كبكون طعمها. حيث لهم فترة طويلة. ومعنا آخر الشي هنا. سير جبنة. جبنة لعمرها سنتين. غريبة كبما خضارتش كبه يكون طعمها. من حد يعرف بكبه يكون طعمها. إن شاء الله كبه يكون طعمها مقبول. معنا آخر شيء. معنا آخر شيء المنقل. هذا اللي يحمو فيها الأكل. يعني كده يضرب لكم مثال كي تستخدموه. هذا مفل الفحمة الحجري كده ما تشوف فيه شخاطة حفا كي بريتينة تشخط فيها وتلاع على طول. لكن ضروري بالأول شيء نسوي المنقل. هذا المنقل اللي صبت في اللسقه حفا كلا. اها. ما بمقدش أولئها هنا في البيت. بس نسوي كده. 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 ما بمقدش أول مرة. هذا الفوق. وهذا اللي بطول لتحت كده كده. لبطت معايا. أنا عن نفسي أول مرة شوف كده. أول مرة جربة. لتحطوا هكده. راح يحمى معاكم. ولكن لو سوي كده عندي يسبب حريق. الآن بروح أحمي هذول الوجبات الرئيسية. إن شاء الله يكونوا طعمهم لذيذ. ومش كمان فيه ممكن تحمى. هذا اللحم مع الروتي. سعد كبدة الدجاج المطحونة كده. وهذا الصلاة الإكرة. هذا أحسن نصنع في روسيا لصناعة هذا الإكرة في مدينة توبو في المدينة ومش كبيرة في قرية مينشورنسك. تصليحوا أحسن واجبهم هذه. شاء الله يكون الطعم لذيذ. أنا بتضوغت أكثر من مرة هذا الأكل. الأكلة. وخلونا نروح نحميهم. وارجع لهم. حميناهم. الآن تبدأ التجربة. نفتح نشوف إش فيه. طبعا قريت. هذا طلع ملح. نشوف إذا بنحتاج ملح للأكل ولا زيدنا ملح. بنشوف يحتاج ملح أو لا. بنبدأ باللحمة. نشوف كيف اللحم. نشوف. يا سلام بالريحة. مهدنا. آه الشكل. الشكل ما يشجعش. والصفارة. يا سعادة الرسطر. شوفوا حكموا. هل شكله شاهي ولا مش شاهي؟ هل أنا استأفت أو أنا شفته. خلونا نطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر. سورة اليوم. بنام. لا لحمة طبيعية. لحمة. طعم لحمة. ماكش أي. ماكش أي. بأنه منتهي ولا عفن ولا أي شيء. يعني اللحمة مطلوخة ما فيه بش دم. يعني. يعني تخيلوا الآن لو في وصل الفيروس هذا اللي في الصين في روسيا. وتحاصرت مدينة. بيرسلوا للسكان كلهم من هذا الأكل. طبعا النباتيين سرحة منهم. بيحصوا الشيشي أكلهم. لأنه كله في بلحم. هذا فقط لبباصوليا بس في بلحم كما. لحم بباصوليا. ويش معاهم؟ معاهم هذا الجام. ولا البهارة الأستري. طبعا فعل لنا شاي. خلينا نحمل كفلي هنا بجهة. صوتها بيكون في القطعة. كيف هي المرقة؟ لها المرقة تعيسة. اشتي لها شلالي. كيف نروح الدسم منه؟ خلوها على الجام. نتجرب مثلا أنا. هذا طلع بسكوت بني. وهذا بسكوت أبيض. نحصل على المقصة ها. طعب كيف هي البسكوت؟ هل قابل للأكل ولا لا؟ شاكله وانتهي. كأنك تشتري بسكوت من باب الصباح من اليمن. اليمنين يعرفوا هذا الزبجة ولا النقطة. نجرب الجام شوية علينا فنجر طب. مش محدد الجام بايش. لكن هذا صبوح الآن بيكون صبوح. نجرب الجام مقبول. نسوي ده أنا عصيد. أنا لجرب الجام مقبول. اشتركوا في القناة اضطر يقول الوجبة هذي طبعا هذا مفلت تانج جربودرة فالسكان فعل له سكر ما اعرف هذا الان اش محدد هناك مكتوب كلام كثير بالروسي فطبعا لك الملخبط اذا كان كل الصبوح في باكت الوحده في قرطاس الوحده والغداب في قرطاس الوحده والعشاب في قرطاس الوحده كان افضل بدل ما يجدو لك كده ورقة لما تكون جاوع المطار ما عدد يشتقريه وتدور وتحدد اش الصبوح اش عشاء بل تفترس على طول تبدأ تأكل ما يهمكش هذا يحتاجه عندي انا احكم عليه عني مسكابة طريبا سوفوه قرطاسج الله شموك يا سلام يبتح الشاهية بعد مستخدم ابتدأ في نيوبوبولا اعرف الشهد للعصير كف طعمه الايمون والعيش لا أعرف حتى من دون الشب صاحب المقرص الثاني هذا سأقوم بعمل واحد ثاني هذا نتاج الحليب هذا الحليب ليس كاتبين حليب كاتبين عبارة ثاني هذا غلوف وصل وصل شوفوا كيف كان الحليب أصبحت هذا حليب حليب أو كريمة أو كيف سأقوم بعمل سأقوم بعمل سأقوم بعمل سأقوم بعمل سكر سأقوم بعمل 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 هذا كلها باردة سأقوم بعمل الضحة سأقوم بعمل مثل النقاة نقنفل أولا نجرب نبوقها وهذا الملعقة بدون طا يعني شاكل وكذا يعني كلها كيمة ويماش اللحم طبيعي يعني في هذه حتى ما صبطة نجرب الجبنة هذه الجبنة تعرف الجبنة تعرف الجبنة تحفن بسرعة وتخضر بسرعة يجب أن يصبح لها زيت جبنة سعر صبي يا جبنة يا طعمة أول تجربة لي بيكون فيه سلسلة تجربة أكل الجيوش وعندما المتنوع فنشتري ماذا تقنت اكلات حاجات غريبة نسوي عليها تجربة ووريكم ايش اكلوا الناس وكيف انتبوه طعام غريب للزبدة بس لذيذة والله جبنة على فترة التخزين وتعبوه كيف المناخ بروسيا شتابارك وصيب حمام محافظة سنتين بهذا الطعام والله ممتاز الجبنة جدا دي لها خمسة من خمسة يعني بهذا السعر تقوم ووجبة الطوارئ ممتازة جدا عجبتي تقولون انها افضل من جبنة ممتازة ابو ولد يجب ابوتي هذا الابيض هذا الابيض انه لا يوجد اختلاف يوم الاختلاف بسيط هذا الابيض هذا الابيض هذا الابيض ممتاز 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 كذلك صغير علىول ممتاز تفاроде مطanka الموطة ، pad سقط كذلك ب które قولوني في التعليقات إذا وصلت لقرم هذه الوجبة وانتم محتاجين لها خلبة تأكلواها أنا عن نفسي قارجة الأخضر واليابس خلي الجبناء على جم الجم كمان كانت ممتازة لابد نعني ظنيت منع كتشاب اللحمة هذه تحتاج ملح ملحة ونشوف كيف يطلع طعمها كلنا نفعلها فلفل أسود أفضل هلنا نتعودين على الأكل على الأكل فيه بهارات كثيرة هنا في روسيا عكس كل أكله هم أكل مستشفيات هذا الصل تفعل ملح لكي أعداد طعم اللحمة فهي اللحمة هذي بتكون حلوة على لو هتفعل بها أكلة يمنية السلتة يعني تسيمة هكذا دوكب لونها حتى ما يشجعش نيدوكا بس يالله أنا مع الملح أو إن كنت أجربة أو إن أستخدم البحارات أو بديها بلروكا لا لا أزال امتعيسك سأقوم بتبسط لا أهلم لا يزال أدفع şeyi أطفق هذه اللحمة بقرة والكاشة والكاشة هذه الكاشة واجبة رئيسية كل يوم مفيدة جدا السلطة هذه هي ابسة يعني خلاص السكين يعني حميتها الآن بس خلاص بس ما نطعم منه يعني اللي بي بينقضوهم بيأكلوا هذا الأكل ويموتوا بسبب الأكل يعني طعم ممتاز طعمها كاشة طبيعية طعمها لذيذة طبضوا 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 أحب أجرب واجبة طعم خلوها على الجنة بسح أريد أن تكون وجبة النباتية إذا أنت نباتي في تقليب التعليق نباتي طعم بيبر فاسولية طماق كوسة رحمة لذيذة جدا دع الله لذيذة طبيخ طبيخ دابليمين سمواري طبيخة لأكلها طبيخ طبيخة ألي ب假 اطبطان رحمة ثابت السلون سمواري قولة قولة go أنا أعرف شاي البرنسيسا أحمد تيكوس نادار بس هذا واضح إنه مدايكو إنه شاي أي كلام بكذا خاص شاي من طرح هذا المقاس أها يكون كذا بس قصينا أحب عدمنا نبقى السكر نبقى السكر ترد لنا سكر كثير هل نتواصل يا رابط تنهور ملاطق جرسنا الدنيا أخلي شاي ممتاز شاي ممتاز مش عارف أكمل تصوير ولا أأكل للنهاية أنا بوصلتكم على الفكرة عن أكل الطوارئ الروسي أو أكل الكوارث أو أكل الحاجة وما يكون في ظروف صعبة أو لا شيء طبعا نبوسة مع مخازن احتياط له في حروب له في شيء كمان أكثر حاجة عجبتني طبعا الطبيخة عجبني الجبنة الكاشا لا بأس بها أباقي أريكم الإكره هذا الشاي حلو جدا الكوفي لا بأس العصير يعني لا بأس الروتي يابس كده مش الصباح نسمح الله يكون واحد نفسه يقول جدا هذا الروتي يابس البسكوت وهذا نكرر طبعا نحنا ندري كيف يكون تعملوا تشكلوا حتى غامق شويه تشكلوا حتى غامق شويه تشكلوا حتى غامق شويه تشكلوا مطعم لا بدأ يدفع على الداخل يعني بدأ يدفع على الداخل بس الأكل يعني مخفوق مكنتا يوجد إنسل تلع مطيئة يعني يارضا ما مقبور ولا في شيء نشوف الباين هذا المعطر هذا مازم مبلل لا يوجد شيء حاكل مش عارفين هو الجل بسكوت هذا نأكل بول حمام بكرة نرجمهم ضلبة شكرا تنجرب بول مرآن مشوكتين جاني فبوت نتعرف على اللبان طعم الماجونة لسنان غربا ممتاز نعناق وهذه الشوكولاتة وغربة 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 اللبان غربا تمام لا نشغل الشوكولاتات اللي تمام بذلك طعم فيه مصنع شكولاتة كبير جتنا في التنبو والشوكولاتة في روزة ازعارة رخيص شكولاتة عادية مالبو خمس طاعة ديال أمهم في نهاية الفيديو تقول لرأيكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم القناة وفعلوا لايك بالفيديو وعلقوا وبأمان لو أحبها شوفكم بخير في الفيديو جيد سلام وهي التحية العسكرية